أنا مثلاً سبق لي وأريد بعض التصريحات لحضرتك بتقول إنك ضد فكرة المغالية في ارتفاع الأسعال لأنه ده مواطن مش المفروض إن إحنا نتقل عليه في الفيزيتة للدرجات دي معك تجريز معينة إلا سمحت مع ناس معينة إحنا متقلناش يعني اللي بقصوله إيه هو المواطن عايز إيه يا أستاذ يوسف عايزي تعالج على أعلى مستوى تفتكر القوائم الانتظار والعمليات مش هي العمليات اللي بيبقى فيها البرايس كبير ولا فيه المبلغ كبير ما تعمل عملية كبيرة زي عمليات عضم أو عمليات زراكلة كل ده متوفر دلوقتي وما فيهش ويتش انجليست ما فيهش دولة في العالم ما فيهاش قوائم انتظار أيها فنم أنا أقدر أبقى قاعد ومطمن ومستريح لما التأمين الصحي الشامل هيبقى في 27 محافظات ودلوقتي خمس محافظات أنا النهاردة علشان أروح أخش أتعالج في مستشفى لا أحياناً في طبور طبعاً وأحياناً في طبور طويلة وبتأجل معلش يوسف باشي معلش هسل حصالتك يعني هم برسا غيرين في حكومه عالك علشان ده مشوار لا أولاً مثلاً في مستشفى التنمية مش هذكر اسمها بس أنا لينكت بيها قوي يعني المستشفى بتدخل حضرتك تعمل تحليل طبية وتعمل أشعة وتتكشف وتأخذ علاج وتدخل إذا كنت محتاج وخاصة إذا كان كوفيد ناينتين أكسم بلا ما بيتفع حالي ده إذا كان يعني أو هلأ مجيجة جائحة جامد عندنا فلاني عاوز يغير مفصل برضو نفت ده لا لا أبعط لحضرتك أربح حالات بكرة على المستشفى اللي حضرتك تعرفها تخلصهم لي ويعملوا العملية ويروحوا يا دكتور ما هقرأ لحضرتك لا يا دكتور الويتينج لست مش كبيرة أوي دلوقتي وضع فعلاً أحسن من الأول مش في كل حتة أفندم أنا راجل وقعي بحكم الشغلانة وبحكم الممارسة اللي بتشرب مثلاً أنا زميل حضرتك في المجلس كلنا في المجلس وبحكم شغلانتك مزيع بيجي لنا ناس على بابا الله قد كده هو الناس دي راحت مستشفيات بعض المستشفيات عشان التبعيد واجب شهر شهر ونص شهرين تلاتة ونبيه أستاذ يوسف ونبيه دكتور إناس ونبيه سيادة النائب فلان يا سيادة النائبة علانة أكلمولنا حد في المستشفى عاوزين يروح هو ده الواقع لو أنا غمطت عيني عن الواقع أبقى دافن رصي في الرملة ماقدرش بيجي لحضرتك يا فنديم كم مرة حد يطالب كده لا ما بيطلب بس غالباً بتبقى السبب في التأخير حاجة من اتنين إما المريض عنده حاجة يعني نقص في حاجة أو ما ينفعش التخدير أو ضغطوا بياء على ساعة العملية لأن حتى بتلاقي المريض بيقولي أنا كنت نازل وما نزلونيش خدوا حد تاني لو ما خدوش حد تاني أنت مش جاهز للتخدير ساعات بتبقى بعض حاجات اللي بتستخدم في العمليات العظم مش متوفرة الفترة اللي فيت احنا كنا في فترة برضو مستهلة مش كل الاستيراد كان متوفر ولا كل البلاد كانت بتبعت كل عنده لكن غير كده الحقيقة يعني في الفترة الأخيرة لا قوام الانتظار قلت جداً قلت جداً جداً وما فيش عمليات قلب في ويتشنج لست خالص ما فيش عمليات مسالك بولية في ويتشنج لست احنا وحنا عندنا المركز وعندنا قلت جداً جداً لكن العظم تبقى مشكلته في الأجزاء اللي بيحتاجوها قد يكون مصامير قد يكون مفصل كل حاجات دي في وقت فعلاً العيان بنبقى جهزين ندخلو مش لقيين أنا أتمنى دايماً على أصدقائنا زملائنا إخوتنا الأطباء دائماً بلاش 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 أبقى قاعد علشان أنا عارف إنه لازال هناك بعض قوائم الانتظار في بعض التخصصات أو في أروح أنا جاي وخبط فيش حد يخش لوقتي بيفتح قط العمليات من غير ما الفلوس بتتحط مقدم الأول فين؟ في المستشفى مستشفى إيه؟ مستشفى إيه؟ مستشفى إيه؟ ملان خالص أي مستشفى الخاصة أطمئ فأنا ببقى مضطر حاضر ما أنا مش عاوز أستنى في الويتنجلست فأروح المستشفى الخصوصي فأروح أضطر أحط الفلوس الأول على الترابيزة ده ساعات في دكاترة بيفاوضوا يا دكتور يفاوض يفاوض على إيه؟ معلش بس يفاوض على إيه؟ يفاوض على إنه والله أنا باخد إيدي في العملية مثلاً مثلاً عشر تلاف معلش يا دكتور ما ينفعش حضرتك تنزل معنا المبلغ شوية فأصبحت المسألة عند البعض وأنا لازلت مصمم على الطبعيد وكأننا نبيع ونشتري طب وليه ما تقولش أنه ده موقف إنساني من طبيب أن المريض ما معهوش اللي يدفع لي اللي يدفع المبلغ يبقى موقف إنساني طبعاً حضرتك حكمتي بالموقف إنساني وفي دكاترة بيعملوا حاجات مجاناً كتير أيوة في عيادات احنا لازم نذكر برضو معلش يوسم باشا لازم نذكر برضو أن في بعض الدكاترة بتتنازل على الأجر كامل وإليك ادفع المستشف وفي دكتور فتح العيادة بتاعته من ساعة ما بيبدأ لحد ما بيقفل من غير ولا مليم لا ده صعب لا فيه موجود 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 والله عظيم قال فيه ناس بتعمل يومين بوجنا كل يوم كل يوم ممكن والله العظيم فيه شوف بقى الحد فين أهو عظيم شوف عاش كده أنا بقولك البعض يفعل ذلك والبعض يفعل ذلك هذه كل المسأل يعني فيه المبالغ في الفيزيتا وفيه المبالغ في المجانية اللي هو أنا مش عاوز الفلوس اشتركوا في القناة